السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي انتابعها حياكم الله مشاهدي الأحبة انقاذ البلدين من دمار الزلزال المتتابع اللي حل على تركيا وسوريا اليوم هو واجب إنساني بعد الخراب اللي حل على تلك الأراضي بنهارت الأبنية الشاهقة وأنهت حياة آلاف الأشخاص تحت الأنقاذ كارثة إنسانية هبت لها الحملات المغيثة للبلاد المتأثرة بها فتوجهت حملات وقوافل عراقية من أبناء الحجر الشعبي بفرق إنقاذ وكوادر طبية كذلك توجيهات رئيس الوزراء لم تكن بعيدة عن هذا المشهد وصول الإغاثات بالسرعة الممكنة اليوم ممكن تنقذ الكثير من الأرواح اللي ما زالت تحت الركام برمقها الأخير بالأفنة الثانية أيضا مشاهدي الأحبة راح نتحدث عن قضية الدستور اللي يعد وثيقة أساسية لقواعد وأركان الدولة الحديثة ولا غنى عنها فهو يمثل بطبيعة الحال أساس النظام السياسي من الناحيتين السياسية والقانونية غير أن مطالب التعديل لها البيئة الرائية لهذا التوجه وهو ما وفرت مساحة التعاون مع السلطة التشريعية وانتفاء القيود الزمنية والموضوعية الواردة على سلطة التعديل ففرص إجراء تغيرات مهما كان كمها راح تكون متاحة لكن شريطة عدم مساسها باستقلال الدولة وسيادتها وأن تراعي هذه التغيرات المحتملة كل التحولات الجارية على أنماط المجتمع وأفكاره بما يضمن مزيد من الاستقرار تلبية حاجات وجود هذه القواعد الدستورية المراد تنميتهم هاي الملفات مشاهدي الأحبة راح نفتحها في حصادنا لهذه الليلة والناقشة مع عضيكنا الكرام تتفضلون بقاويان ومتابعتنا ليالي مفجعة عاشها البلدين المتضررين بالزلازل المتكررة هاي المشاهد ما تصف هالكلمات هي أشبه بالخيال وكما أعتدنا عليه فأن العراق أول المساهمين بحملات الإغاثة من كل الجوانب إغاثة طبية مواد إغاثية مخيمات وقود حيث مدى الجسور الجوية والبرية لإيصال المساعدات في الوقت المناسب خلونا مشاهدي لحب نفتح هذا الملف مع ضيوفنا الكرام لكن بعد نشاهد التقرير اللي عادت أن زميلة نهاش شمري تحت ركام الزلازل بقيت الأجساد عالقة بين أحياء وأموات إذ راح ضحيتها الآلاف وأضرار كبيرة أخرى فالمشاهد المروعة للدمار الذي حل بسوريا وتركيا أشبه بأفلام نهاية العالم واستغاثات وصلت إلى مدية بعيدة لما مر بالبلدين من أوقات عصيبة فكان العراق أول المساندين بتشكيل حملات إغاثة للبلاد الشقيقة بتوجيه من الحكومة العراقية انطلقت الكثير من القوافل المحملة بالمواد الغذائية والإسعافات لفرق الإنقاذ والمخيمات لما طالت الزلازل أضرارا مادية بليغة وأبنى تحتية كبيرة مما عمق جراحهم متزامنا مع فرض العقوبات التي وضعتها أمريكا على سوريا بالوقت الذي وجه المختصون نداءات برفع تلك العقوبات التي زادت عليهم الحالة المأساوية فافتتاح العراق لجسر الإعانات إلى كل من سوريا وتركيا جاءت بعد خطاب رئيس الوزراء العراقي وما رافقها من حزمة مساعدات إغاثة طارئة من قبل الحشد الشعبي لتقديم المساعدات الإنسانية على شكل دفعات متتابعة لأكثر من ستين طن نوابذ لأقصى الجهود للإغاثة نهاشم مري الأيام الفضائية حياكم الله مجدد المشاهد يا الأحبة أرحب بضيفي الكريم الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء حياك الله دكتور ضيفي الكريم محمد بحضرتك زمان ما حظينا بشوفتكم أهلا ومحمد بك دكتور دكتور نسأل عن الموقف العراقي بالمبادرة بهذا الإسعاف بالذهاب إلى سوريا جوا برا بالتالي هذه العلاقات الارتباطية مع دول الجوار ويقدم العراق كل ما يستطيع تقديمه ما دام أن هذه الكارثة كارثة طبيعية وكانت ارتداداتها وتداعياتها كبيرة جدا مساء الخير عليك دكتور أحمد ومساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد الدور الإنساني والدور كذلك بالمقابل الرعوي وكذلك بالمقابل الفاعل للعراق هو ليس غريبا على حضارة يمتلك العراق لسبعة آلاف سنة وبالتالي هذا الدور الحضاري يجسده الآن قرار الدولة العراقية بقرار السيد رئيس وزراء بإغاثة من تعرضوا لفاجعة الزلزال في الأراضي السورية وكذلك بالمقابل في أراضي التركية وهذا كذلك التوجيهات التي صدرت عن المرجعية العليا في النجاف الأشرف حقيقة بضرورة الدعم والإغاثة والمشاركة وكذلك بالمقابل مشاركة القوات الجوية العراقية والقوات العسكرية العراقية وقوات هيئة الحجد الشعبي من الجهد الهندسي وهذا كذلك بالمقابل صورة كبيرة لقواتنا المسلحة العراقية وكذلك بالمقابل مشاركة الهلال الأحمر والدفاع المدني والفرق الإغاثية والمبادرات المجتمعية بالإضافة لاندماج حكومة تقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية في هذا الجسر الجوي الذي تقوده القوة الجوية العراقية بطائرات السي 130 والتي تجاوزت أكثر من 25 أو 26 طلعة وإضافة إلى قوافل برية ووصل الآن حقيقة حسب الإحصاءات طبعاً للـ 48 ساعة السابقة طبعاً كان 113 طن الآن قد تزايد خلال هذه الساعات ولاحظنا أن اللواءة تحسين الخفاجي كان لديه رسالة من مطار الشهيد علىه في المطار بغداد الدولي حقيقة بانطلاق كذلك قافلة وكذلك بالمقابل تواجد سادة الوزراء لتنفيذ أوامر السيد رئيس الوزراء وزير الدفاع ورئاسة أركان الجيش وكذلك بالمقابل القوات العسكرية والأمنية في هذا الجهد الكبير بالإضافة لانضمام مؤسسات المجتمع المدني العراقي وكذلك بالمقابل الجهود الفردية من المواطنين العراقيين والمحسنين العراقيين الذين يشاركون حقيقة هذا الأسعى مع أخوانهم السوريين وكذلك الأتراك وكذلك بالمقابل المشاركة في عمليات الإنقاذ ورفع الإنقاذ داخل الأراضي السورية وكذلك بالمقابل تواجد كذلك بالمقابل فرق من الهلال الأحمر داخل الأراضي التركية بالإضافة لجسر الجوي حقيقة هو رسالة السلام ورسالة كذلك بالمقابل مودة مع الشعبين وتضامن مع هذه الفاجعة الكبيرة التي مرت على الشعبين في الأراضي السورية والتركية وكذلك بالمقابل دلالة من أن التزام العراق بالمبادئ الإنسانية ومبادئ حسن الجوار ومبادئ كذلك المشاركة في رفع الضرر عن المدنيين الأبرياء العزل الذين أصابتهم هذه الفاجعة ونحن نتضامن في وجداننا الإسلامي والوطني وكذلك بالمقابل هذا دور العراق المشرف دوما وهو دور إقليمي للمشاركة في رفع الضرر عن الأمن الإنساني وكذلك بالمقابل عن المشاركة في هاتين الدولتين الكريمتين ولاحظنا كذلك إشادة القيادة السورية وكذلك القيادة التركية بدور العراق موقفا مشرفا حقيقة من الحكومة العراقية وكذلك الشعب العراقي والتشكيلات العسكرية والأمنية وكذلك التشكيلات المدنية التي شاركت بالإغاثة ورفع الإنقاذ وكذلك إنقاذ المدنيين من يعني ركام هذا الزلزال على منازلهم وبيوتهم وإن شاء الله نحصل على أكثر عدد حقيقة من الناجين وهذا هو هدف أساسي لحقيقة الدفاع المدني والهلال الأحمر وقوات الحجد الشعبي الهندسية وكذلك بالمقابل الجسر الجو الذي تقوده القوات الجوية العراقية وكذلك الجسور البرية التي امتدت إلى الأراضي السورية والتركية خلي أمسك بعض ما تفضلت به يعني قلت بأنه الآن العمليات التي تجري هي لرفع الضرر عن المدنيين بطبيعة الحال حماية المدنيين هي مسؤولية أخلاقية شرعية دستورية لربما حتى المواثيق أو أكيدا المواثيق والمعاهدات الدولية نصت على حماية المدنيين في المناطق التي تجهد الكوارث والزلازل مرة نتحدث عن رفع الضرر وفي موضوع متقدم نتحدث عن جبر الضرر هل سنصل بهذه المساعدات إلى جبر الضرر للمدنيين اللي يتعرضوا لهذه الكوارث يعني أكيد هذا السؤال المهم بسادة أحمد دكتور أحمد العزيز حقيقة القرارات مجلس الوزراء العراقي في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء وقد تكون في جلسات مقبلة حقيقة لمجلس الوزراء تهدف إلى المساهمة في رفع الضرر ولا بد أن تكون هناك طبعا مساهمة مؤسساتية من خلال دور وزارة الخارجية من خلال دور الوزارات التنفيذية العراقية التي ستنفذ توجيهات سيد رئيس الوزراء القادر عام للقوات المسلحة لأستاذ محمد الشيع السوداني وكذلك بالمقابل توجهات الدولة العراقية إن كان على صعيد البرلمان إن كان على صعيد الرئاسات الثلاثة وإن كان كذلك بالمقابل على صعيد القهادات الدينية والمجتمعية التي توجه حقيقة بعملية الدعم بالإضافة طبعا الجهد البشري والإنساني الآن العراقي الذي يسهم حقيقة بمواجهة هذا الضرر ولحظنا صور كبيرة ومشرفة للعراقين حقيقة بإسهاماتهم بصورة مباشرة وبصورة مادية وكذلك بالمقابل الإسهام من قبل الدولة العراقية وهذا إشارة كبيرة على عودة واستعادة عافية العراق من جهة وكذلك عودة الدور الإنساني الكبير والرعوي الكبير في المنطقة للعراق وهذا بالتالي ما يتوقعه الأخوة السوريين والأتراك من العراق في هذه الأزمات والنكبات الكبرى حقيقة وهي الكوارث والأزمات الطبيعية التي فتكت حقيقة بالأراضي السورية والتركية ولاحظنا استجابة العراق السريعة مثل ما أشرت حضرتك سواف التقرير أو كذلك في بداية كلامك في الحلقة وهذا مهم جدا حقيقة لدور العراق الحضاري الذي دوما هو كان قريب من دول المنطقة قريب في مواجهة تحديات المنطقة وكذلك بالمقابل تتشارك أو يشارك الدولة العراقية في هذا المسار من خلال فعاليات متعددة وخطاب واحد هو من خلال خطاب الدولة العراقية طيب دكتور حضرتك نتحدث عن الكوارث والأزمات الطبيعية هس إلى أي مدى نسميها طبيعية وإحنا عدنا العالم يقود حملات للتغير المناخي ومطالبات بأن تكون هناك قواعد دولية لهذا التغير تحسبات وهنا نتحدث عن السدود خصوصا سيد أليسو اللي أصبحت طبقات الأرض رخوة من تحتها نتحدث عن النفط واستخراجه وتعويضه بالماء ونتحدث عن تجفيف الأهوار قلة المناسيب قلة الإطلاقات فإذن أكون هناك علاقات لربما في هذه الأيام عندما لم تنجح الدبلوماسية السياسية في التفاوض مع تركيا في الإطلاقات المائية ستكون هناك لزاما الدبلوماسية الكارثية إذا صح التعبير ستكون هناك إطلاقات لنهار دجلة هذا الموضوع رح يطينا متغيرات جديدة في المعادلة السياسية الدولية يعني أكيد الموضوع يرتبط بالدبلوماسية الإنسانية يعني الآن للعراق وهو مسعى نبيل حقيقة للعراق والعراقيين وهذا جزء من حالة الكرم وحالة الشخصية العراقية التي لاحظناها في خليجي 25 وهها يتنتقل حقيقة إقليميا للمشاركة في مواجهة هذه التأثيرات للتغيرات المناخية وكذلك بالمقابل للكوارث الناجمة عن الزلازل وكذلك بالمقابل المسارات الأخرى في عملية الإغاثة ورفع الإنقاذ والمشاركة كذلك المباشرة في الإغاثة الطبية وكذلك في توفير الغذاء والطاقة من الوقود وغيرها حقيقة من أشكال هذا الوقود وكذلك بالمقابل الوصول إلى المواطنين إن كانوا السوريين وكذلك الأتراك لأنهم أخواننا في الإسلام والدين وكذلك بالمقابل في المنطقة وفي الشرق الأوسط التي هي منطقة كبيرة تعج بالمسلمين وكذلك تعج بالدول العربية وتعج كذلك بالمقابل بالدول الخليجية لكنه هي هاي الكارثة طبيعية وهي أزمة تغيرات مناخية كانت أكثر الدول والمراكز الدولية أعدت لها العدة وقالت هناك تغيرات مناخية إذن هي كانت في الحسبان إن لم تكن لها يد الإنسان تدخلت في إحداث هذه الكارثة يعني دكتور أحمد هذه فرصة حقيقية الآن في أن يكون هناك للعراق نداء كبير من أجل تأسيس مركز إقليمي لمواجهة التغيرات المناقية وكذلك الكوارث الطبيعية والأزمات وهذا بالتالي ما يحتاج تنسيق بين وزارات الخارجية العربية والإسلامية من جهة وكذلك بالمقابل مسار آخر من خلال المؤتمرات والممتديات التي سيقودها العراق حقيقة قريبا في مجال مواجهة ظارة التغيرات المناخية وكذلك بالمقابل المسار الآخر وهو مسعى السياسة الخارجية العراقية بعد استعادة روح الدولة العراقية ما بعد الحرب على التنظيم الإرهابي داعش في أن يكون هناك نظرة جديدة للأمن الإقليمي الإنساني أنا توقع أنه منظور جديد ومنفهوم جديد قد يطرح ويؤسس حقيقة له مؤسساتيا وكذلك بالمقابل مسارا يدعمه سياسيا وقانونيا من تأسيس بأجهزة ومؤسسات خاصة بعملية الرصد الزلزالي لأن هذا التحدي خطير للمواطنين إن كانوا في سوريا في تركيا في العراق في أي دولة عربية وإسلامية وكذلك بالمقابل القدرة الفنية حقيقة في عملية تجميحها وانفتاحها وكذلك عمليات المباشرة بعمليات الإغافة خلال الدقائق الأولى من هكذا تحديات وأزمات نتوقع هذه مهمة جدا وبالتالي نلاحظ أن العالم الآن يتحد حقيقة في مواجهة هذه الظاهرة لكن نحتاج لعملية الانتقال المؤسسي والمأسسة إلى هذا المسار وكذلك بالمقابل المسار الآخر وهو كيفية تدريب قدراتنا وإمكانياتنا المسار الأساسي في عملية الإغافة والاستجابة السريعة لمواجهة الفاجعة وإغافة الضحايا ومن مسار آخر حقيقة ننتظر التقاريرات أو التقارير النهائية التي تصدر حقيقة من الدولة التركية ومن الدولة كذلك السورية في عملية تحليل أبعاد هذه الفاجعة والتأثيرات التي تأثرت وكذلك الكلف الاقتصادية وقد طبعا يجرى كما جرى حقيقة في تجارب أخرى من زلازل ضربت العالم وضربت العديد من دول العالم حقيقة والدول الجوار الجغرافي للعراق في أن يكون هناك مؤتمرات إقليمية ومؤتمرات دولية لعمليات الإغاثة وبالتالي تكون هناك مساهمة وهذا ما ذكرناه حقيقة في بداية الحلقة قد يكون هناك كذلك استجابة من قبل مجلس الوزراء العراقي وبتصويت السادة الوزراء حقيقة ودعم البرلمان العراقي لهذا الاتجاه في عملية المساهمة بإغاثة وتوفير السكن الملائم وكذلك عودة الحياة العامة إلى المناطق التي تعرضت داخل الأراضي السورية وداخل الأراضي التركية وغير حقيقة المبادرات تكون في هذا المجال نعم ملف التغير المناخي دكتور يعني أكو قضية يعني مختلفة في التعاطي مثلا في العراق نتحدث عن تغير المناخي يخطر في البال ظهرة التصحر جفاف الأهوار الخفاض مناصي بنهار دجلة والفرات وفي تركيا المجاورة نتحدث عن التغير المناخي في الزلازل التهديد الزلزال لسد إليسو إفراغ لربما نصف السد من المياه هذا الموضوع إذا ما تم وتمت المباشرة به ما راح ترتفع مناسب نهار دجلة ما راح تنتعش الأهوار ظهرة التصحر وما راح تخف بالعراق مركز الأقليم لتقترح حضرتك أنه ما راح تكون أكو تغيرات بيئية في العراق نتيجة لهذه الكوارث أكيد لا بد أن يكون هناك تعاون مشترك الآن في مواجهة هذه الظاهرة وواحدة من مخرجاته ومواجهة ظاهرة التغيير المناخي وانعكاسات كذلك بالمقابل على المشاريع الاستراتيجية ومنها قضية السدود التي قد تهدد المواطنين تهدد القرى تهدد المحافظات الولايات إلى آخر من المسميات الإدارية حقيقة التقسيمات الإدارية داخل الدول نحن نستخدم قليم كردستان والمحافظات العراقية وبالتالي هذا المسار حقيقة يحتاج إلى مداولات ومشاورات كثيرة وإلى حوارات حقيقة فنية وهذا ما يجري بقياس الضرر الذي جرى خلال الفترة المقبلة بين وزارة الموارد المائية وكذلك الوزارات المناظرة لها في الحكومة التركية وكذلك وزارة الخارجية العراقية التي تشرف على هذا الملف من خلال تكليف السيد رئيس الوزراء وكذلك تتعاون مع وزارة الموارد المائية في قياس الضرر وكذلك أطلاع الجانب التركي والجانب كذلك بالمقابل الإيراني على حجم الضرر التي تضرر به العراق نتيجة التغير المناقي وكذلك المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تعمل داخل مظلة الأمم المتحدة في هذا المجال من أجل جذب العالم وكذلك مساعدة العالم من خلال التقنيات أو المناح الفنية والهندسية وكذلك التكنولوجية وبالتالي كذلك نحتاج إلى الحصول على الحصص العادلة للمواطنين وكذلك المزارعين الكبار وكذلك بالمقابل الأماكن التي كانت تستحوذ على كميات جيدة حقيقة من الدفعات المائية من نهري دجلة والفرات من أجل إنعاش الحياة البيئية والحياة الإيكولوجية والحياة كذلك بالمقابل الزراعية والحياة كذلك بالمقابل الخاصة باستخدام المياه في الأراضي الرطبة وعلى وجه الخصوص طبعا الأهوار وهذا بالتالي ما يحتاج كذلك بالمقابل وتعمل عليه الوزارات الفنية الآن في الحكومة العراقية من إيجاد آليات جديدة لإدارة المياه ولتقنيات المياه وتوزيحها وكذلك بالمقابل لتوزيح حصص عادلة بين المحافظات وبالإضافة إلى هذا نحتاج إلى طبعا الجهد الدبلوماسي والإقليمي حقيقة للسياسة الخارجية التي تقودها حقيقة الوزارة الخارجية بالتعاون مع الوزارات الفنية وهذا بالتالي ما يحسن حصة حصول العراق من المياه بصورة عادلة جدا على امتداد المدن وكذلك الأقضية والنواحي وبالتالي يعزز الموسم الزراعي ويعزز كذلك بالمقابل القطاع الزراعي الذي هو واحد من القطاعات الحيوية والعراق يمتلك سمعة آلاف سنة من أرض السواد هذا مهم جدا حضرتك أشرت إلى هذه اللجان المتخصصة والرفيعة المستوى بين البلدين خصوصا بين العراق وتركيا التي كانت تتفاوض حول الإطلاقات المائية هل تستطيع تركيا الآن تطلق هذه الإطلاقات لتخفيف الضغط عن سدودها بدون التنسيق مع الجانب العراقي ماذا عن لربما حدوث ضرر نتيجة هذه الإطلاقات كالفيضانات أو الضغط على السدود العراقية يعني أكيد صالح أحمد هذا السؤال مهم جدا يعني نحتاجه أكيد للحوار والتنسيق ما بين الجانب العراقي والجانب التركي من حيث هكذا خطوات حتى نقلل الضرر على المدن العراقية على المحافظات العراقية ولاحظنا حقيقة موسم الأمطار الذي هو موسم خير حقيقة يمر على بلدنا ومناطنا العراقي حقيقة كيف قد تأثرت بعض المناطق المنخفضة خصوصا في محافظات صلاح الدين أو كذلك كركوك التي تكون قريبة حقيقة من امتدادات ارتفاع مناسب المياه ومناسب الأمطار كذلك وبالتالي طبعا نحتاج إلى خطة تنسيقية بالفعل مثل ما أشرت حضرتك بين الوزارات الفنية في مقدمة طبعا وزارة الموارد المائية وكذلك الوزارات الساندة وهي وزارة الزراعة وحقيقة بإشراف طبعا وزارة الخارجية وهذا بالتالي ما يحسن إدارة اطلاقات المياه خلال المرحلة المقبلة من أجل أن لا يكون هناك ضرر على المواطن العراقي لأنه أولوية في عمل الحكومة العراقية وأولوية كذلك في أجدة السيد محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء العراقي وكذلك الأراضي الزراعية والموسم الزراعي الشتوي الذي بدأنا المسار به وكذلك المواسم الأخرى المقبلة على العراق التي تحتاج أن نطور قدراتنا في الانتاج الزراعي والاستجابة كذلك بالمقابل إلى توفير فرص العمل للشباب وخصوصا نحن مقبلون على تعديلات في قانون المشاريع الصغيرة الذي من الممكن أن يموّل مشاريع زراعية صغيرة لصغار المستثمرين العراقيين من الشباب وغيرهم حقيقة من الشراحي الاجتماعية الأخرى التي قد تندمج وتدرج في هذه المشاريع وهذا بالتالي ما يحسن عملية الانتاج وزيادة داخل السوق العراقية بأن يكون هناك منتج وطني موجود من هذه الأراضي العراقية التي تستمد مياها من ناري دجلة والفرات والذي يعتمد في جزء كبير منه على الإطلاقات من الجانب تركي أشكرك شكرا جزيلا عن دكتور حسين علاوي مستشار في هذا الملف شكرا جزيلا وأشكرك مرة أخرى لحضورك معنا في الاستوديو نتواصل وياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع لا تزال موضوعة التعديلات الدستورية تحجز لها حيز في الأروق السياسية سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية طبعا هذه المناقشات تهدف إلى إيجاد رؤية شاملة حول التعديلات المقترحة أيضا إمكانية تطبيقها ومواكبتها لمتطلبات المرحلة خلونا مشاهدي لحب نفتح هذا الملف لكن بعد نشاهد التقرير اللي أعد أن الزمين على الحل التعديلات الدستورية على طاولة السلطات التنفيذية بعد أن قدمت الحكومة الحالية مشروع التعديل إلى رئاسة الجمهورية لإجراء مراجعة شاملة في بعض المواد والفقرات التي لا تتلأم مع الظروف الحالية وساعة الصفر الرسمية افتدأت بتكليف حسن الياسري كمستشار قانوني مهمته التباحث مع ممثل رؤساء سلطة التشريعية والتداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريقا لإجراء إصلاحات في بنية قاعدة الوثيقة الأعلى عراقيا هذه الخطوات التي يتبنها رئيس الوزراء التزاما بالمنهاج الحكومي وثيقة الاتفاق السياسية التي خطت مع الكتل الرئيسة قبيل تشكيل الحكومة والمتوافقة مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وهو ما يبرر الحاجة لإزالة الغموض عن بعض نصوص الدستور ومنع تكرار الفراغ الدستوري الذي حصل بمدد مختلفة وتحديد الكتلة الفائزة ونصاب انتخاب رئيس الجمهورية وصولا إلى المواد المتعلقة بإدارة الثروات وتوزيع العوائد بما يجعلها أكثر انسجاما مع المستجدات الراهنة غير أن حتمية تعديل النصوص الدستور مرتبطة بقوانين معقلة ومركبة منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز والمادة 140 وهي عملية ليس الوصول إليها سهلا بالمرة خلال الوقت الحالي على أقل تقدير فمهمة إنجازها تحتاج إلى إجراءات مالية وفنية وتوافق سياسي والأخير كما يبدو المرتكز الأساس في المعادلة القديمة الجديدة علي حبيب الأيام الفضائية ترجمة نانسي قنقر مجدداً حياكم الله أهلاً ومرحباً بضيفي الكريمة الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم مجلس الأعلى الإسلامي العراقي حياك الله دكتور علي وكذلك أرحب بضيفي الكريمة الدكتور وائل البياتي الخبير القانوني أهلاً ومرحباً بك دكتور وائل خليناً بدأ مع حضرتك دكتور وائل نتحدث عن الحطوات اللي نستشفها من تعين أو تكليف السيد حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة الأسبق بمهام مستشار دستوري لرئيس الوزراء وهذا الحراك رح يكون لتقريب وجهات النظر بين التشريعي والتنفيذي والقضائي هذه السلطات الثلاث إذا كانت هذه الإرادة متحققة ومجتمعة نستطيع أن نصل إلى أعتاب التعديلات الدستورية في البداية حييك وحيي ضيفك الكريم مشاهدي القناة الكرام لك كل التحايا دكتور يعتبر مبادرة السيد رئيس الوزراء بتعين مستشار خاص في الشؤون الدستورية أو في الشؤون التعديلات الدستورية ولي هو الدكتور حسن الياسري خصوصاً وأن الدكتور حسن الياسري سبق له أن شارك في عملية كتابة الدستور باعتباره أحد الخبراء القانونين أنا ذاك خطوة مهمة وأساسية لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بمسألة إعادة النظر ببنود الدستور نحن نعلم أنه بموجب أحكام الدستور المادة 142 تذهب إلى أن عملية تعديل الدستور تبدأ من خلال مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية تقوم مهمتها بكتابة مخترحات وتوصيات خلال أربعة أشهر وبعد ذلك يصار إلى عرضها على مجلس النواب لإقرارها ثم الذهاب إلى عملية الاستفتاء الدستور وجود شخصية ببعد قانوني مهمتها تقريب وجهات النظر مسألة أساسية ومهمة خصوصاً وأن عملية تشكيل اللجنة داخل مجلس النواب سيؤدي لنا إلى وجوب احترام المدد الدستورية أي أننا ينبغي علينا أن نذهب إلى إكمال التعديلات خلال أربعة تشهر فهذه العملية ستكون عملية استباقية ستؤدي إلى طرح الرؤى لكل جهة من الجهات سواء على المستوى السلطات الثلاث أو على المستوى المجتمعي أو على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى النخب والفاعلين داخل المجتمع وبالتالي هذا سيؤدي إلى إثارة حوار واسع حول ما ينبغي أن يعدل وما يمكن أن يعدل من بنود الدستور وبالتالي هذا سيؤدي إلى أننا عندما أو إذا ذهبنا إلى تطبيق أحكام المادة 142 ستكون أمامنا جملة من التعديلات المتفق عليها وبالتالي سيصار إلى تسهيل مهمة اللجنة النيابية باعتبار أنها ستجد فرشة واسعة من النصوص الدستورية التي اتفق على إمكانية تعديلها أو صيغة البنود الخاصة بها وبالتالي يمكن أن نمضي بتعديل الدستور بسلاسة متى ما ذهبنا إلى تطبيق أحكام المادة 142 أحسنتم دكتور دكتور علي ابتدأ الدكتور البياتي حديثة بوجوب تشكيل لجنة من داخل البرلمان تأخذ على عاتقها مشاريع التعديلات الدستورية هذا يذكرنا باللجنة التي تشكلت برئاسة الشيخ الدكتور همام حمودي أنهت مهامها وقدمت أعمالها التي كلفت بها بالتعديلات الدستورية لكن نتحدث عن الإرادات السياسية آنذاك ذكرنا بهذا الوضع حتى نستطيع أن نستفيد من ما حدث سابقا ونقارنه بما سيحدث اليوم بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك أستاذ أحمد للضيف الكريم لجميع المتابعين وشكرا على استضافة في هذا الموضوع المهم نعم ما أشار له الدكتور وائل صحيح من حيث المسار الدستوري لتعديل الدستور وقد رسمته المادة 142 كما أشار ولعله إشارتك إلى الخطوات السابقة التي تمت في الدورة النيابية الأولى والثانية التي كانت فيها سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيسا للجنة مراجعة الدستور في الحقيقة اللجنة في تلك الفترة أعدت تقرير بحسب ما تصف المادة 142 لأنه مهمة لجنة تعديلات الدستور سواء في تلك الفترة أو حتى هذه اللجنة المزمع يعني عقدها لأنها تستند إلى المادة 142 فهذه اللجنة مهمتها أن تعد تقريرا يتضمن توصيات بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها لجنة مراجعة الدستور في الدورة النيابية الأولى أكملت هذا التقرير ورفعته إلى رئاسة مجلس النواب وكذلك في الدورة النيابية الثانية أضافت وكان حتى الدكتور حسن الياسري قريبا من هذه اللجنة كخبير قانوني في إجراء كثير من المواد لعله أتذكر مئة مادة بين تعديل وبين تكميل لأنه بعض المواد تحتاج تعديل وبعض البنود التي لم يكن هناك مواد ترمم الهيكل الدستوري فالتقرير جاهز في الدورة النيابية الأولى والدورة النيابية الثانية ولكن كما أشرت الإرادة السياسية الإجماع الوطني مسألة مهمة جدا هنا لعله يجب أن نذكر طبعا الحديث عن تعديلات في الدستور أمر طبيعي في أجواء هادئة وطبيعية فكيف بما إذا تذكرنا أن الدستور العراقي أساسا كتب في 2005 يعني إثر تغير معادلة حاكم العقود طويلة سلسلة من الدستير المؤقتة التي كتبها نظام الحاكم الواحد والحزب الواحد فعملية كتابة الدستور في الحقيقة رغم أن ميزتها الأبرز كما أكدت المرجعية الدينية العليا أن يكتب من قبل مندوبين ممثلين عن الشعب العراقي إلا أن الظروف التي كتب فيها الدستور كانت ظروف قاهرة أبرزها الأجواء المشحونة بالقلق بضعف الثقة بالسقف الزمني القصير والمحدون كل هذه أثقلت عملية كتابة وتدوين الدستور لعله ببعض الإرهاق الذي عام منه المشرع لذلك نعم هو الدستور بطبيعة الحال يعني يحتاج إلى تطوير تنضيج إعادة رؤية مراجعة فكيف دستور نشأ ضمن هذه المواصفات ولكن على كل حال دستور 2005 رغم كل هذه الظروف والتحديات هو كان وليدة تلك المواصفات وكان مملوءا بالرؤى التي جعلت إطارا للدولة وهيكل دستوري للدولة وتركت الكثير من الأمور التفريعية التي من الممكن أن يذهب إليها مجلس النواب فيرمم كل الفراغات ويضيف كل المعالجات سواء فيما كانت هناك ثغرة أو غموم يعني المشرع كان قاصدا أن لا يكون الدستور العراقي دستورا ثقيلا مواده بحجم واسع وكبير لذلك رسم الإطار العام وجعل مهمة المجالس التشريعية أن تقوم بهذا الدور لذلك هي مهمة حقيقية ربما يعني يسجل نقص هنا أو تقصير في هذه القضية للآن كثير من المواد التي تقول يشرع بقانون لم يأخذ مجلس النواب دوره في هذه المسألة طيب دكتور وائل بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن قضية جوهرية في الدستور غيرها التي أشار لها الدكتور الدفاعي يشرع بقانون ولحد الآن قانون لم يشرع بكثير من المواد ليس من السهل التعديل ليش؟ لإحتوائها على مواد وفقرات تعجيزية تحتاج إلى ثوافق سياسي وهنانا راح نحتاج إلى لجان متخصصة تفكك هذه الجزئيات إن لم نحتاج إلى استفافات سياسية نحيل الموضوع السياسي للدكتور علي ولكن هذه الحواجز والموانع الكبيرة والعوائق التي احتواها الدستور كيف من الممكن أن نغير وسط وجود هكذا عوائق؟ صحيح أن الدستور بكتابته كان يستهدف عدة أفكار أساسية لعل من أولها هو عمل على بناء نظام ديمقراطي ضامن للحقوق والحريات وأن يكون مانعاً وعائقاً لعودة التكتاتوريات والاستبداد وقد نجحت الدستور في هذه الفكرة لحد الآن لم نجد إلا عملية تداول سلمي للسلطة في العراق طيلة سنوات تطبيقة عملية إعادة صياغة بدون الدستور صحيح أن مسألة الخوف من عودة الدكتاتورية دفعت كاتبي الدستور آنذاك لا أن يضعوا بعض الحواجز في عملية التعديل لذا نجد أنه فيما يتعلق بأحكام المادة 142 لا يمكن للاستفتاء أن يمضي إلا بموافقة أغلبية المستفتيين من الشعب شرطاً لا ترفضه ثلاثة ثلاثة محافظات وهذا عارض كبير جعلت وأيضاً كانت متجاورة ويعني هي لربما لها عمل لها دلالات لكونها باعتبارها ضامنة لمكونات اجتماعية معينة ذلك أن الدولة العراقية تعتبر من قبيل الدول المنقسمة اجتماعياً أو ذات الانقسام الشديد أن صح التعبير في هذا العبارة وبالتالي دائماً صياغة الدساتير في الدول المنقسمة اجتماعياً يحتاج إلى نوع من أنواع المرونة التي ترضي الجميع في بعض الأحيان يؤدي إلى أنه لا نذهب إلى طرف على حسابه آخر لذلك نجد أن النص الدستوري يمسك العصى من الوسط حتى لا يغضب الجميع أو يرضي الجميع بطبيعة الحال هذا أدى إلى أن هذه العوائق كانت سبباً أساسياً في عدم مضيب التعديلات الدستورية على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان النيابية سواء في عام 2005 أو في الدورة النيابية الثانية في مسألة تعديل الدستور حيث وقف الخوف السياسي أو هاجس الخوف من مسألة التعديل وخسارة بعض المكتسبات بمنع المضيب في مسألة تعديل الدستوري لكن نحن نعلم أن أي دستور في العالم يعني كمتخصصين في القانون ينبغي أن يعاد النظر فيه على الأقل بعد مضي 17 سنة لظهور جيلين من الأجيال أو نشوء جيلين في طيل هذه الفترة نشوء أجيال جديدة قد تشعر أنها مبتعدة أو غير مرتبطة بالدستور يحتاج إلى إعادة تعديل الدستور حتى يشعر هؤلاء الشباب بأنهم قد ساهموا في إيجاد نص حاكم للدولة ينظم علاقتهم بالسلطة ويضمن حقوقهم وحرياتهم وبالتالي نجد أن دائما الدستير حتى تعيش أو حتى تستمر ينبغي إعادة النظر بها في فترة تتراوح من 17 إلى 20 سنة هذا في الحالات الطبيعية أما في الحالات غير الطبيعية في بعض الأحيان يتم الذهاب إلى التعديل بشكل أسرع لذلك أنا أعتقد أن المضيف بأي تعديل ينبغي أن تكون التعديل على أساس المشتركات خصوصا الإشكاليات التي ظهرت عند التطبيق هي الأولى بالتعديل من غيرها طيب دكتور علي يعني يتحدث الدكتور وائل عن هذه الإشكالات القانونية التي تمنع التغير أو تغيير فقرات الدستور وحضرتك أشرت إلى الإرادة السياسية التي كانت حاكمة في 2005 اليوم يبدو كمراقبين إعلاميين بأن هناك إرادة سياسية هي ذاتها التي منعت من تعديل الدستور اليوم هي تطالب بتعديلات دستورية من الكثير من الأحزاب الإبرالية المدنية العلمانية الإسلامية بالتالي لو كانت الأغلبية تطالب بتعديل الدستور هذه اللجان وهذه المنظومة بين التشريع والتنفيذ والقضايا السلطات الثلاث هل ستصل إلى مبتغاها برأيك؟ طبعا لو نتابعه في الحقيقة هذا الحراك النيابي الحكومي الجاد فيما يبدو لمسألة مراجعة الدستور وإجراء تعديلات عليه وهذا في الحقيقة إنما ولد لأنه شخصت أزمات مشاكل سياسية ويعتقد أن حلها الأساس من خلال إجراء التعديلات هذه المسألة كما أشرت وقلت أن لجان مراجعة الدستور في دورات نيابية سابقة أنجزت هذا التقرير وأعدت هذه التعديلات ولكن نعم لم يكن هناك توافق سياسي لم تكن هناك إرادة سياسية اليوم لذلك إذا كان هنا مسألة مهمة إذا كان الهدف أنه نذهب بالمرتكز الأساس الذي ينطلق منه القوى السياسية الأحزاب السياسية الحكومة إلى أي إجراءات إصلاحية أو تلافي أزمات سياسية ألا وهو الدستور إذا كان هدفنا هو تقويم وإصلاح هذا الدستور فلنذهب في هذه المرحلة على أقل التقدير إلى المواد المكملة التي من خلالها نستطيع ردم هذه الفراغات وتوضيح هذه المبهمات نعتقد أن هذه المرحلة حريم بها أن نذهب بها وهذه دعوة من هنا والدكتور حسن الياسري خبير في هذا الموضوع لعله يساهم في أنه يكون هناك نقاش لخبراء الدستور إن أمكن أن يكون هناك حلول لأنه من يقول أن الدستور هو السبب الأزمات في المقابل من يقول أن الدستور هو مفتاح الحل ولكن لم يفعل الدستور كله لم تفعل كل مواد الدستور بحيث تكون هي بوابات للحل كما شخصها آخرون أنها مصدات لأزمات لذلك اليوم مجلس النواب حقيقة خبراء الدستور لجانب نيابية يعني عليها أن تذهب إلى هذا الخيار في هذه المرحلة كمقترح أن تعالج الثغرات والأمور الغامضة من خلال تشريعات قانونية إذا كان بها وعبرنا بعض الأزمات أو المشاكل التي يعني يشخص أن الدستور سبب لها ممكن أن نذهب فيما بعد إلى لا قضية أنه التعديل ضروري ونشخص أمات المسائل التي يجب أن نعالجها ونأتي عليها النقطة الأساسية هنا يجب التركيز عليها أنه بالنتيجة الكتل السياسية اللجان النيابية هي مهمتها أن تعد تقريرا يتضمن توصيات نعم بحسب المسار الدستوري مجلس النواب يصوت بالأغلبية لاعتماد هذه توصيات صاحب القرار الأخير في قبول أو رفض التعديلات الدستورية هو شخص هو صاحب السلطة خلي نسميه دكتور وائل هنا نتحدث عن هذه التغييرات وأشرت حضرتك إلى أنه بطبيعة الدستير أن تكون متغيرة عاد أنه دستورنا كان جامد منذ البداية ومنذ البداية تم تشخيص ببعض النقاط والسلبيات ولكن من سيكون الضامن بأن لا نخرج من بعض الثغرات وندخل بثغرات أعمق لها ربما هل من أعرف طريقة التغيير شون راح تكون والإرادات السياسية اللي راح تحكمنا بهذا الدستور من الضامن؟ الدستور جمهورية العراق كان بعملية إنشاء قد وضع اللبنة الأساسية لتعديله عندما تم إضافة المادة 142 عملية إيجاد ضمانات أساسية للحيلولة دون الوقوع في الخطأ أو للوصول عفوا إلى عملية صياغة متلى للنص الدستوري تحتاج أن يتم الاستعانة بخبراء في مجال القانون الدستوري وفي مجال السياسة وعلم الاجتماع وإثارة حوار واسع داخل المجتمع حول ما يمكن تعديله وما المطلوب تعديله ذلك أن أي عملية صياغة أو هندسة للنص الدستوري أو إعادة العلاقة سواء بين السلطات أو بين السلطات والأفراد فيما يتعلق بالنصوص الدستورية تحتاج أن يكون هناك نوع من أنواع التوافق على المضيفي مثل هكذا تنظيم للعلاقة الجديدة وبالتالي هذا التوافق لن يتم الوصول إليه إلا إذا ما أثرنا حوار واسع قبل قليل ضيفك الكريم بيّن أن اللجان ينبغي أن يكون هناك استعانة بخبراء واستعانة بمتخصصين هذه عملية الاستعانة ينبغي أن تكون سابقة على عملية كتابة الدستور حيث تطرح الرؤى والأفكار التي ينبغي تعديلها ثم بعد ذلك ما الممكن أن يعدل ذلك أن جميع الأفكار التي قد تطرح قد تكون جيدة من حيث الأصل لكن قد تصطدم بالتطبيق وبطبيعة المجتمع الذي هو منقسم اجتماعيا بشكل شديد لو سألتني كمختص في القانون الدستوري حول طبيعة النظام السياسي الذي أرغب به سأجيب بجواب معين ولو سألتني ما النظام السياسي الملائم للعراق سأجيب بجواب آخر ذلك أن أفكاري الخاصة لا يمكن أن أعكسها على المجتمع بشكل عام خصوصا وأن المجتمع متنوع بشكل كبير وبالتالي هذه التعديلات ينبغي أن تكون متلائمة مع المزاج الشعبي وأيضا تؤدي إلى الوصول إلى ديمومة واستمرار العمل السياسي والعمل داخل المجتمع في دقيقتين دكتور علي في دقيقتين لو تسمح مع المزاج الشعبي لو مع المزاج الحزبي باعتبار هذه الإرادة المتوفرة من الأحزاب اليوم أيضا لديها طموحات تحدث الدكتور وائل عن طبيعة النظام عند رأي شخصي ولكن الأحزاب السياسي عند رأي شخصي الرئاسي والبرلماني والنظم الأخرى هناك أيضا إرادات سياسية ونحن نخاف لا نطلع من قضية وندخل في قضية أكبر نحن لا نريد لأبناء شعبنا أن يكونوا مختبر تجارب في الحقيقة هذه مسألة خطيرة الدستور يحدد المصالح العليا ويرسم مسار الدولة بحيث لا تكون هناك أزمات وتكون هناك انسيابية تستند إلى القانون والدستور لذلك هذه مسألة حساسة بدرجة كبيرة لذلك نحن عندما ندعو ونقول أنه خلال هذه الفترة كما أشار الأستاذ وائل أنه في زمن الدستير لعله إلى عشرين سنة نحن اليوم أقل من عشرين سنة إلى ألفين وخمسة عندما صوت أبناء الشعب العراقي لهذا الدستور شخصنا مع ذلك أن هناك بعض الأزمات التي اختلف فيها لأنه لم يكن هناك اتفاق على رؤية موحدة للنص الدستوري هذا شيء جيد إذن لنذهب لمعالجة هذه القضايا لعله من أبرز هذه القضايا مثلا مسألة تدخل البرلمان في السلطة التنفيذية والصلاحيات الواسعة التي أعطاها الدستور للبرلمان في مقابل السلطة التنفيذية وكأنه هناك عدم تكافؤ في هاتين السلطتين تدخل في تعيين الدرجات الخاصة للبرلمان أن يقيل الحكومة وليس للحكومة أن تحل البرلمان هذه تفاصيل فضلا عن قضية الكتلة النيابية الأكبر عددا مساء الأخرى مجلس الاتحاد الذي أشار إليه الدستور في مادة وإن كانت اللجان النيابية السابقة لتعديل الدستور قد ذكرت مواد كثيرة لتأسيس هذا المجلس المهم لكي يكون هناك تكافؤ وتعادل في التشريعات كل هذه مساء المشخصة اليوم نقول من المهم أن نذهب لعلاجها من خلال تشريعات سن قوانين هذه مسألة ممكنة كخطوة أولى وتمهيدية أشكرك شكرا جزيلا وإن كان الحديث بقية ولكن هذه الإطراءات القانونية والسياسية والمعرفية كانت مهمة جدا في هذا الملف الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم النجس العليل الإسلام العراقي ضيفا كريما في الأستوديو وشكر كثير لحضرتك الدكتور وائل البياتي أستاذ القانون الدستوري شكرا جزيلا لكم مرة أخرى ضيف الكرام وشكري مصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله